اليوم راح نأخذ ان شاء الله شابتر 18 شابتر 18 راح يتشعدنا على الكروث هورمون يعني اكثر شي يعني حكون شرح مال تمركز على الكروث هورمون بنفس الوقت على البتيوتري غلاند والسيل اللي موجودة بالبتيوتري غلاند او تحديدا بالانتيرير بتيوتري غلاند الفصل امامي فهنا احنا قلنا بالتيوتري غلاند والهابوثالاماس قلنا انها تصنع هورمونات مثلا لدينا التير ايش والجي ان ار ايش عدنا ال جي ايش ار ايش هذان من راح يروحن راح يروحن على خلايا موجودة وين موجودة بالانتيرير بتيوتري غلاند هذان الخلايا من يجيهن مثلا ساعدنا هذا اللي يسمونها الثاروتروبك الثاروتروبس هذا يعني خلي نقول خلية او مجموعة خلايا مسؤولة عن تصنيع تي اس اتش هذا اللي راح يروحن بعدين للثايرويد يسمونها الثاروتروبس مثلا راح يجيهن التحفيز مني اللي مني لهابوثالاماس على شكل شنو على شكل تي ار اتش تمام راح يجيهن هنا تحفيز في هاي مباشرة ان شا هتقوم تصنيع عندي راح تقوم تصنيع عندي تي اس اتش اوكي فعدنا شنو انواع الخلايا اللي موجودة بالانتيرير بتيوتري غلاند اول شي عدنا السوماتوتروبس سوماتوتروبس هاي مسؤولة عن تصنيع شنو مسؤولة عن تصنيع الكروث هورمون تمام هاي السوماتوتروبس غلاش راح يجيهن التحفيز من اللي موجودة揺ام بثالمس على شكل شنو على شكل جي اتش ار اتش رايati زي از אورمون راح يجيهن التحفيز الليا الخلية هي ما راح تصنيع عندي بصارة كرواث هورمون بعد شنو عندي عندي اللي اقتروبس كتروبس او يسمونها الماموتروبس gotta get--"ماموتروبس يعني شنو او lekto troops هاي هنانا مسؤولة عن تصنيع اللي هذا برولاكتين احنا قلنا البرولاكتين عندي شنو الشنو اللي يسمونه هورمون الحليب فلاكتوز تريد يعني على أذن العفو الحليب أقول أنواع يسمونها لاكتوز وفريكتوز وهي فحتى تذكرون أنه هذا مسؤول عن تصنيع اللاكتوتروب مسؤول عن تصنيع شنوى البرولاكتين تمام فراح يجيه تحفيز من الهايبوثالاماس فهي راح تقوم صنع لاكتوز أو هو التحفيز اللي يجيه عادة يكون بس يعني حتى تعفضون أنه اللاكتوتروب مسؤول عن تصنيع شنوى البرولاكتين بعد شنو عندي عندي الثيروتروب ذكرناها الكورتكتروبس ها عندنا الكورتكتروبس الخلية سي هاي الخلية سي راح يجيه تحفيز من الهايبوثالاماس أنه تفرز عندنا تفرز عندنا الاي سي تي اتش هذا وين راح يروح راح يروح على الادريناليغلاندي حفزها حتى تصنع عندي شنوى تصنع عندي الادرينالين والكورتزول تمام بعد شنو عندي الخلية الخامسة عندي القونودوتروبس القونودوتروبس من اسمها قونود يعني وين تروح يعني أو شنو تصنع تصنع عندي الال اتش والأف اس اتش هذني هورمونات يعني يشتغلن على الجهاز التناسلي طبعا ذاكر هنا نفد معلومة مهمة دا يقول انه كخلايا يعني هي الخلية نفسها بيها ألفا وبيتا تشين او انه الخلية لها القدرة انه تصنع هورمون هورمونات نوعين من هورمونات ومثال عليا هي القونودوتروبس القونودوتروبس تصنع الال اتش وتصنع اف اس اتش طبعا هنا انه شغل مالتها مذاكري انه شو راح تشتغل بس هي هنا راح تعتمد على التركيز يعني يزدت هنا القونودوتروبس راح جيها تحفيز من الهايبوثعلها على شكل شنوえ قونودوتروبين جورمونات وماتس وهاي تش يخرجها كمية كمية من القونودوتروبみيزol ي quickestقربت على الأل التأس lands إذا أجاه تركيز قليل من القنودتروبين ريليزنغ هورمون ما ستصنع عندي؟ ستصنع عندي الـ FSH فذا يقول أنه يكون بها يعني هذا الخلائق نفسه يعني 7 unitات اثنيا كل واحدة منه تصنع هورمون مختلف أو أن الخلية نفسه تصنع هورمونات اثنيا طبعا هنا أنا أخلي لكم في التابل حتى يعني بس المعلومات تثبتوها تذكروها سوموتتروب وهذا ما ستصنع عندي كروث هورمون اللاكتوتروب أو المامي تروبس مامي يعني مام أو أوم أو فتشي حتى تحفظون ستصنع البرولوكتين اللي هو يمثل هورمون الحليب كورتيكتروبس ستصنع الـ ACTH هذا اللي رح يروح للأدرينيلاقلاند الثيروتروب ستصنع الـ TSH اللي رح يروح للثيرويد والقونودوتروبس ستصنع الـ FSH والـ LH وقلنا أنه خلايا تكون بها ألفة وبيتا سبيونت تمام هنا أنا دا يحتي على الـ Growth Hormone والتصنيع مات طبعا الـ Growth Hormone رح يكون المسؤول عن تصنيعه أو الجين أو الكروموسوم هو الكروموسوم 17 كروموسوم 17 أكو بي مجموعة من الجينات الكروموسوم 17 أكو بي في دخل نقول أستاذ الكروموسوم 17 أكو هنا أنا عندنا مجموعة من الجينات هي المسؤولة عن تصنيع شنوه Growth Hormone أو الترجمة من Growth Hormone أو المعلومات من Growth Hormone وشون يتصنع تمام فإحنا لازم نتذكر أو نعرف أنه إذا جاءنا سؤال يا كروموسوم مسؤول عن تصنيع Growth Hormone هو كروموسوم 17 إذا تجون على هاي الرسمة من المصانع فأنا نخلي الكروموسوم يعني المصنع الأساسي هو من هو أو المصنع الشبير أو الأساس مالتهم هو الكروموسوم 17 زيان دي يقول هنا أنه الكروموسوم 17 أنه أكو مجموعة من الجينات هي المسؤولة عن تصنيع Growth Hormone ذن الجينات هذن الجينات هم الـ HGHN و الـ HGHV وعدنا الـ HCS وعدنا الـ HCS Pseudogen Pseudogen هذا يعني كاذب يعني كل ما يشتغل فعدنا الـ HGN هذا هو منه هذا يصنيع لنا الـ Standard Most Common Form of Growth Hormone يعني صنيع لنا الـ Growth Hormone الـ Standard أو الأكثر يعني شيوعا أو التواجد بمعتب جسم الإنسان فهو يعتبر Most Common هذا الجين المسؤول أما الجين V شنو هذا الشولتة تكون creates different a variant form of Growth Hormone راح يصنع لنا أشكال مختلفة من Growth Hormone يعني إذا نحن لدينا Growth Hormone مثلا المسؤول عن النمو هذا فشي يعتبر standard بس أكو حنا نحتاج Growth Hormone به هواي شغلات غير النمو فهذا اللي راح يصنع هذا من Growth Hormone هو شنوه الـ HGHV تمام وعندنا الـ H يدي يقول أنه وعندنا 2 type of Hormone هذا اللي راح ندرسهم بعدين وغير شابترات فما ذاك راح يلي المعلومات بهذا الشابتر والـ CO2 هذا شنوه يدي يقول لك أنه Inactive and does not produce infactional protein يعني يعتبر شون جين كاذب هم سمينه HCS سيودو جين يعني جين كاذب فاذا تجون على هاي الرسمة تشوفون احنا اول شي ذكرنا انه وين يصنع حتى بس الرسمة تذكركم بالمعلومات فقلنا اول شي هو يكون الجينات من Growth Hormone هي موجودات على كروموسوم 17 عندنا الأساسي اللي يصنع تشوفون هذا المصنع هذا يعتبر المصنع الأساسي الأساسي مالتنا من هو اللي يصنع Growth Hormone الأساسي هو HGHN أو ال-N تمام هذا اللي يصنع عندنا Growth Hormone على الميمنة مالته هو من هو HGHV هذا يصنع يعني أشكال مختلفة يعني Growth Hormone بس له شغل مختلف بالجسم وعندنا ال-HCS أو التوذن يعني شو نقول جينات تقريبا متشابهة فقليتني هنا هذا المصنع تشوفون انه فوق وجوه انه فتش متشابه بس حتى تتذكرون المعلومات وعندنا هذا المصنع الزائف اللي حتى ما مشتغل ماكو عندي هنا دخان فهذا هو ال-HCS يودو جينس حتى خاف جيكم بالم سي كيو انه مثلا الجينات المسؤولة عن تصنيع ال-growth hormone فعندنا خمس جينات عندنا ال-HGHN و-HGHV وعدي ال-HCS 2-Type يعني من الشابهات او متو تايب يعني من الشابهات وعندي وعندي CO2 هذا يقلنا لا يشتغل ولا سوي ايشي تشوفون انه حتى المصنع طافي هذه الاصاب حمراء المصنع طافي يعني مدى تشتغل الأشكال ما لل-growth hormone اللي راح شوفها بالدم او اللي تتمشي او موجودة بالجسم طبعا هنا يقول ال-growth hormone that circulated in our body is not just one يعني ما عندي شكل واحد ان ال-growth hormone لا هنا راح تصير اقفد ميكس of several components يعني شون يعني يقول اول شيء the main form is from the HGN قلنا هذا الجين الاساس هو خلينا نقول هو اللي راح يصنعن كليتهن فعدنا الموديفايد ببتايد الموديفايد ببتايد يعني شنو هما تين مصنع من ال-HGN بس هنا صاير بها فد عملية يعني شون مضاف الها خلينا نقول sugar molecules يعني ضيفين على ال-structure مالت فد ذرات من السكر هاي هنا راح تفيدنا انه مثلا تزيد ال-health life مال ال-growth hormone داخل الدم او دائما تكون عادة يعني موجودة بالاطفال يعني هاي تساعدهم لان بداية نمو فيكون النمو مالتها شوية أقوى أو أسرع يعني كون كهورمون يعني يكون شغله شوية أقوى السيبلايز فيريانت هناش ديغتصد بي ديغتصد السحنة مثلا عدنا الجين هذا هذا الجين متكون من مجموعة من ال-amino acid تمام فهذا عندي صاير فد مسنك من خلنقول سلسلة amino acid 32 الحد السلسلة 46 هاي هناك كلية تماكو ممحية فهي راح تنطينا يعني خلنقول شون فد كروث هورمون أو تنطينا فد هورمون راح يكون شغله أساسا مختلف عن اللي يتصنع عادة وأوكي صح من HGN نفسه بس هنا عندي فد تغيير أو حذف من مجامع ال-amino acid فهذا راح أكيد الكروث هورمون المصنع أو الهورمون اللي داي صنع راح يكون شغله يختلف وتركيبته الجينية كليتها تختلف تمام هسا عدنا الكروث هورمون بالدم الشور راح نجي نلقى الكروث هورمون نسا إحنا إذا جينا على الدم فرح نلقى الكروث هورمون موجود أدنى نصين يعني أما راح يكون free يعني هو كروث هورمون واحدة يعني كروث هورمون واحدة أو راح نجي نلقى مرتبط كروث هورمون مرتبط ببروتين ناقل طبعا الكروث هورمون من يكون مرتبط ببروتين هذا يكون in-active البعند الذي أن يكون مرتبط ببروتين يكون in-active ماذا فايدة الارتباط مع البروتين اول شي راح يمثل مخزون جاهز للعمل يعني هو راح يبقى يفتر بالبلد فامتى ما نحتاجه مباشرة ينفصل ويشتغل شغل البروتين يعني يعتبر كمخازن او فاتش جاهز مباشرة اول ما نحتاجه قبل راح يشتغل تمام هذا الفايدة مال انه يكون خزن البروتين و بنفس الوقت حماية انه لا يتكسر البروتين مثلا بوسطة الانزيمات فقلنا انه راح نجي نلقايا اما فري او نجي نلقا عفوا اما نلقا فري او نلقا باوندد اوكي مرتبط فهنانا ديقول البروتين يعني هذا البروتينات خاصة بنقل البروتين يعني يكون مرتبط بيهن والنصف الثاني يكون فري اوكي بالاشخاص البالغين الادلت ش راح نلقا راح نلقا انه القوة هورمون النسبة مالته هي ثلاثة نانو غرام بكل ميلي لتر ثلاثة نانو غرام بكل ميلي لتر من الدم هذا يعني الـ Free و الـ Bound Bounded هورمون وهي النسبة 3 نانو غرام بالمول هذا تمثل مال الـ Free و الـ Bounded مرتبطات بالـ Grotein واللي ديمشن واحد هن طبعا الـ Processing مع الـ Growth Hormone وين رح يصير؟ رح يصير كليتها بالـ Lever الـ Processing مال الـ Growth Hormone كليتها رح يصير بالـ Lever أمره داخل الدم الـ Free هذا ليس الـ Bound الـ Free العمر مالته داخل الدم يكون من 6 إلى 20 دقيقة يعني فهذا عمره كل شيء قصير داخل الدم هذا من هو هذا الـ Free أو الـ Active Form فيكون عمره قليل بالدم بعد شنو عندي بالـ Adult شقد يصنع يومية تصنع من 0.2 إلى 1 ملغرام هذه هي يومية تصنع طبعا هذا يعتمد على التغذية هماتين ممكن أن التغذية تؤثر على التصنيع مع الـ Growth Hormone وعوامل الثانية عوامل المرضية هماتين ممكن أن تقلل هذه النسبة أو تزيدها أوكي؟ لدينا الـ Growth Hormone Receptor Growth Hormone Receptor Growth Hormone Receptor راكزوا لي بها هاي هو الـ Growth Hormone Receptor هو بروتين متكون من 620 أمينو أسد 620 أمينو أسد هذا التركيب والتكوين من الـ Receptor شي يقول لدينا مقارنة أسد ومقارنة أسد ومقارنة أسد ومقارنة أسد ومقارنة أسد يعني ما؟ هذا الـ Growth Hormone يكون من 3 أجزاء أو 3 أجزاء أولاً لدينا الجزء الذي يعتبر أسد أسد وهذا الجزء يمثل ترانس مقارنة أسد الغشاء ومقارنة أسد السيتو بلازميك أو الجزء الذي يكون داخل بنصف السيتو بلازم تمام؟ مرح يرتبط الـ Growth Hormone هو عندك الأكسترا سيليلير يعني متكون من جزئين تمام؟ مرح يرتبط الـ Growth Hormone سيصبح عملية يسمونها الـ D-Dimerization يعني شنو هذا الجزء راح يرتبط بهذا الجزء يعني شنو كأنو يلتحمن من التحمل صار عندي اكتيفاشن بالـ Receptor راح يبدأ ينطل إشارة اللي أنا أريدها ما الـ Growth راح ينطل إرسالة للخلية يا بترى محتاجين كذا وكذا يعني هالعملية ما الترجم ما الـ Hormone محتاجين يقول ما الترجم بـ أنتو بس تحفظوا أنه هي تنتمي العائلة سايتوكاين ريسبتر أوكي فكشنالة وفكشنالة 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 فراح يصر عندي اكتباشن للـ ريسبتر باين ريسبتر سايتو الـ باين سايتو اتراكت اناذر حسنالة موليكول ريسبتر في هومو دايمر هيا راح يسموها من راح يرتبطون ذنين الجزئين راح يرتبطون سواء العفو يسموهن الهومو دايمر دايمر شنوه دايمر قلنا انه هو مثلا موليكول ملتحمات سوية فسواء عدي فد كومبلكس هذا الكمبلكس يسموهن دايمر فهنا يكون هومو دايمر يعني فد خلينا نقول موليكولز متشابه ارتبطا سواء فسواء عندي تركيب يسموهن الهومو دايمر هاي البروسيس دايمرزيشن دايمرزيشن قلنا انه هذاني ثنيين يعني انجمعن فهي تعتبر كروشيال فور تاكتباشن وفرسبتر يعني فد شيء مهم اوكي هنا انا الهومو هنا ذاكر انه يشبه شغله شغله الانسولين يعني وشغل يعني بحفظاته بعد شنو ذاكر ذاكرنا فد نقاط مهمة على الاكتيباشن او جايكتو ستات باثوي هاي هي الباثوي اللي راح يشتغل بيها الهومو من يجي يرتبط برسبتر ومن يجي الخلية بس احفظو لي هاي النقطة الكروث هورمون الباثوي مالته هو جايك تو ستات تمام بس راح نجي نعرف عشانو احنا قلنا انه الكروث هورمون راح يتكون من ثلاث مناطق عندنا الخارج الخلية واللي بداخل الساكتوب لازم وعدنا الجزء اللي يكون بالساكتوب لازم هنا انا قعدنا يسمونها هذا الجايك هذا الجزء الداخلي مال الرسبتر مرتبطة به في البروتينات او خلينا نقول بابتائدات مرتبطات هنا برسبتر الجزء الداخلي اللي موجود بساكتوب لازم درني شنو شغلوهن شغلوهن خلينا نقول يعني انه يسوون اكتيفاشن اكتيفاشن المن اكتيفاشن البروتينات اسمهن الستات هذا الستات مرتبطات يبدي يترجم أو ينطي الرسائل ما اللي كان شائل الـ Growth Hormone راح يبطي رسائل إلها فتبدي تصنع شنو تبدي تصنع عندنا بروتينات تمام أو شوفوا شنو مطلوب من عدة تصنع أو تحذف أو فد growth معين يعني فهي المهم إنه راح تتفعل J2 راح ش تسوي activation element للستات الستات وين راح تروح راح تروح للنوكلياي فرح تنطي الرسالة للدياناي فاي بدي الدياناي يصنع على وفق الرسالة شنو مطلوب من عنده أوكي أهم شي تذكرون إنه growth hormone هذا راح جيكم بالمسي كيو growth hormone شنو الشغل مع growth hormone receptors شنو الباثوي مارشو مالت فتقلوا لي jake to start أوكي هذا أهم شي موجود قدنا بهذا الصفحة وعلى أغلب دارات يجي سؤال من هيرا فراح جيكم بس على الباثوي إنه عليها باثوي يشتغل رسيبتر تمام هنا عدنا تأثير growth hormone على شنو على growth النمو يعني خلي نقول الانيمولز بشكل عام يعني دي قصد به إنه بشرة حيوانات فهنان شنو تأثير growth hormone growth hormone أول شي ده صار إذا صارت إدنا عملية الهايبوفيسيوكتومي هاي شنية الهايبوفيسيوكتومي إنه ده يصير إدنا استقصال للغدة يا غدة الغدة الغدة البتيوتري جلاند إذا صارنا في عملية إنه استقصالنا من عندها الجزء فهنا بهالحالة شبيه رح يقل growth يعني خصوصا إذا مثلا عند أشخاص أطفال يعني بعدهم بمرحلة النمو فهنانا أكيد رح يقل growth بس إذا جينا رجعنا نطينا administration يعني growth إنه طينا حقا أو لدي شخص فأكيد رح يرجع يصير stimulated يعني شنو إنه يرجع growth يشتغل بحالة طبيعية الكونودرو جنيسيز هذا شنو هنا عندي النمو مال الغضاريف أو نهايات العظام طبعا هناك حقيقة إنه هو العظم الزيادة بالطول مالتشون تكون يعني هذا عندك الطرف نهاية العظم منها هذا هو ده ينمو ده يعني يكبر مو منها مثلا يصير عندي يطول من النص ويروح لا هو مجرد إنه الطرف ده يصير بينمو ده يزداد الطول فهنانا growth hormone هو يساعد بها العملية مالتكون الغضروف أو بناء العظم هذا يساعد على شنو على زيادة الطول يعني العظام الطويلة تبدي يصير يعني يصير بها نمو فيزيد طول الشخص طبعا الاستمرار يعني استمرار بعطاء growth hormone إذا يبقى الشخص ياخذ growth hormone أو صارت عندي فد مشكلة بالبيتوتري جلاند يعني ما توقفت عن تصنيع growth hormone هناش راح يصير عندي راح يصير عندي ججنتزم شنو هذا ججنتزم أنه زيادة الطول يعني فد زيادة خلي نقول فوق الحد الطبيعي إنه الشخص يبقى تبقى الأطراف مع العظام ما لتتنمو فيصير طولة كل شمو طبيعي وعدى إنه بتشوهات للصير بالعظام فهذا يتعتبر مشكلة يعني إذا استمرنا بأخذ growth hormone أو إذا عدنا أساسا مشكلة بالبيتوتري جلاند متوقفت عند صنيع growth hormone برحالة راح يصير عندي ججنتزم هنا دا يقول اكسس growth hormone result in acryomygaly اكريوميغالي هي شنية زيادة بحجم الأطراف يعني مثلا يصير عند الادين كل شي طويلة و بنفس الوقت الرجلين هماتي راح يزداد طول مالتها فهناس صير فهذا مشكلة يسمونها الأكريوميغالي هي زيادة حجم الأطراف أو طولها أو حجمها هاي بسبب شنوه أنه اللي بقى عندي العظم العفو السوفتش و يبقى ينمو يعني ينمون بدون توقف وهي من المشاكل اللي سببها قلنا هي أما مشكلة بالقلان نفسه أو أنه أصلا هو شخص دياخذ growth hormone بدون توقف حسا عدنا effect on protein and electrolyte homostosis عدنا اللي قدام growth hormone حتى يعني كفكرة عندنا growth hormone هو يعتبر شنوه صديق المن للبروتين بروتين تمام growth hormone هو صديق للبروتين شون يساعد على تصنيع البروتين تمام يقلل من تكسير البروتين يعني هو شغلته أنه يصنع البروتين ويقلل شنوه يقلل من التكسير مالته بنفس الوقت المخلفات اللي سويها البروتين شي سوي البروتهرمون يطردها خارج الجسم يطلحها ويليوريه أوكي فاذا نجعل يجذي يقول أول شيء anabolic effect anabolic effect يعني شنو يعني عنده ميزات بنائية شون growth promise the building of protein within the body leading to an anabolic state يعني شنو أنه يكون وظيفة بنائية المل للبروتين there is a positive balance of nitrogen and phosphorus يعني شنو هماتين يحافظنا على نسبة النايتروجين والفسفور هذاني مهمات عملية تصنيع شنو عملية تصنيع البروتين this means the body retain more of these elements يعني شنو قلنا انو يساعد بالتصنيع فحنا عدنا مكونات اثنين مهمات بتصنيع البروتين اللي هو منوى النايتروجين والفوسفور فذاني هو يحافظ على التوازن مالتين او وجودهم بالجسم okay which are crucial for the protein synthesis and tissue growth هاي النقطة الاولى النقطة الثانية blood composition change growth hormone increase plasma phosphorous قلنا الفوسفور هو شنو فدش مهمة بعملية تصنيع البروتين and decrease blood urea nitrogen and amino acid level يعني شنو رح يخلصنا من المخلفات مال البروتين او مال التصنيع البروتين indicating enhance protein utilization and reduce protein breakdown هاي النقطة الثانية بالنسبة للاشخاص اللي عندهم نقص لكن بالgrowth hormone يعني هو adult بس عنده نقص بتكوين الgrowth hormone وبالحالة رح نسوي رح ننطي supplement supplement يعني ادوية خلا نقول او مستحضرات فيقول supplementing with the recompoint human growth hormone يعني رح ننطي growth hormone بشكل injection هذا شبيه رح يعزز عندي مثلا المسلز بناء العضلات رح يعزز عندي يقلل عندي الفات وسوي عندي improving metabolism يعزز العملية الايض وبعد شنو يقلل مستويات الكوليسترول هذا طبعا جماعة الجيم رح يعرفونا اللي يأخذون داما growth hormone فيقل له انه مثلا يحرق عندك الدهون يزيد عندك البنية العضلية فيعرفوه جماعة الجيم تمام it also enhance calcium absorption in the goat رح يزيد من امتصاص الكاليسيوم وين بالجي اي تي هذا انه هنا اذا انطينا مثلا growth hormone كإنجيكشن قلنا انه علاقة growth hormone بالبروتين والالكتروليت رح يكون صديق يعني هم اصدقاء يعني عزز فهناد يقول لك الالكتروليت management growth hormone reduce excretion رح يقلل من طرح شنوه الصوديوم والبوتاسيوم يقلل من طرحها خارج الجسم وبنفس الوقت هذا طبعا الصوديوم والبوتاسيوم عندنا كفد يعتبر ان الكتروليت كلش مهمة بعملية صنع البروتين وعملية تكوين خلينا نقول الالياف الجسمهن العفو الانسجة الجديدة فهو مهم عندنا بالجسم فالgrowth hormone رح يقلل من الطرح ماته بنفس الوقت شبيه رح يطلع يطرح العفو يطرح الشغلات اللي مريتها او المخلفات مال تصنيع البروتين اللي هي مثال عليه يطرح العفو يطرح العفو يطرح العفو يطرح الامينو الأسد هيدروكسي برولين هيدروكسي برولين يعتبر فاد مخلفات تصير من الجسمه البروتين فهو يساهم بطرح هاية المخلفات فهو شغلته يعني علاقة طويلة البروتين والالكترولايت علاقة طيبة تمام هنا تأثير ما للغروث هورمون على الكاربوهيدرات والفاد ميتابوليزم طبعاً هنا الـ Growth Hormone دعنا نشخصاً الحالة Growth Hormone والإنسولين إنسولين هذا هنا رح يشتغل تحت نظام أو مثل اللي يقول لك وياك وياك عليك عليك الشون الجسم محتاج سكر هو إش رح يسوي رح يجي يزيد من السكر اللي يطلع من الليفر رح يزيد من السكر اللي يطلع من الليفر وين هذا السكر وين رح يروح للدم من راح للدم السكر رح يرتفع عندي السكر بالدم تمام فهنان شاء الله رح يصير كأنه شخص دي يصير عنده سكري وبنفس الوقت وين يروح يروح على البنكرياس يحفز الـ Beta Cell تمام يحفز الـ Beta Cell حتى تصنع إنسولين هذا الإنسولين رح يقلل عندي مستويات الشقر بالدم فهو هنا منه يزيد السكر ومنه يزيد الإنسولين فهو رح يشتغل يعني مثل ما قلنا مثال وياك وياك عليك عليك فهنان الأفكت مالتا رح يسمونه الـ Diabitogenic effect هنان ش رح يسوي رح يزيد السكر بالدم Growth hormone can increase Hypotic glucose output رح يطلع من طبعا الليفر أو الكبد عنده الـ Clucose يعني مخزنة مخزن بالكبد فهو يجي يساعد على إخراج الـ Clucose منين من الليفر هذا يحتوي يسمونه Anti-Insulin effect يعني هو عكس شغل الإنسولين إنه رح يخلي السكر يطلع يعني فهو يصير يعني كأنه شخص Diabitogenic يعني شون دول المرضى السكري إنه ديزيد أدوم السكر في الدم فهو يسمونه Diabetic effect إنه يزيد معد نسبة السكر بالدم In muscles which can lead to elevated blood sugar level تمام فهذا عدنا الأفكت الأول الأفكت الثاني الكيتوجينيك effect الكيتوجينيك effect الـ Free fatty acid هذا يعتبر مصدر ثاني للطاقة الـ Free fatty acid يعتبر مصدر ثاني للطاقة يعني شون الشغر فهو شغلته إنه ديزيد ديينطيني مثلا المصادر للطاقة يعني أما شغر إذا ما عدنا شغر فش رح يحرر رح يحرر الـ Free fatty acid هذي يسمونه الكيتوجينيك effect المهم إنه ديه يوفرنه مصادر للطاقة The rise in Free fatty acid provoit readily available energy source هذا مصدر ثاني للطاقة for the body during condition like hypocalassemia إنه عندي نقصام بالدم فهو العفو نقصام بالدم شنو إنه عندي نقصام بالشغر بالدم فهو رح يحرر عندي الـ Free fatty acid و أثناء عملية الـ Fasting والـ Stress توتر نحتاج يعني في المصادر للطاقة فهو رح يحرر لي الـ Free fatty acid بعد قلنا الشغلة المهمة multi-influenced ونبنكرياس شغلة البنكرياس والبنكرياس يصنع انسولين بالتحديدا البيتاسيل هو ما رح يكون تأثيره مباشر بتصنيع الانسولين لا مجرد إنه رح يجي شجع ذني البيتاسيل يابا يلا صنع انسولين صنع انسولين فهو شنو رح ترتفع عندي نسبة الانسولين رح يجي الانسولين وين على الشغر اللي بالدم رح يزيد دخوله المنت للخلايا إحنا قلنا شو نشتغل الانسولين إنه مثلا يفتح بوعبات بالخلايا يخلي الشغر يدخل للداخل والعملية الثانية انه يخرج انسولين الانسولين رح يجي دخل هذا الشغر داخل الخلايا فهنا الخلايا رح تبدأ تشتغل رح تجيها طاقة فراح تأدي الغرض المطلوب من عندها فهو قلنا انه الانسولين وياك وياك عليك عليك يعني يروح على الليفر يطلع لي من عنده شغر وبنفس الوقت يروح على البنكرياس يشجع البيتاسيل حتى البيتاسيل صنع انسولين هذا الانسولين رح يجي دخل هذا الشغر داخل الخلايا فراح تصير العملية ما للأيف أو الميتابوليزم طبعا هي العملية كلش معقدة ما لها هاي اللي أسا ذكرتها بس احنا نحن هنا لذاكري بالمنهج مؤلدكم يعني فتشي كلش بسيط بس يروح على الليفر يطلع شغر ويروح على البنكرياس شجع الخلايا حتى يطلع انسولين فاذا تذكرون بالمعلومة حتى ما يساعدكم تضارب بالمعلومات تذكرون بالسلايد القبل هذا أو القبل يمكن ذكرنا انه يكون شغلة يشبه الانسولين ايما تكون شغلة يشبه الانسولين قلنا هذا يكون انداركتلي انه بتصنيع الانسولين اوكي الهنان حسا عدنا اخير شي اخر موضوع بهذا الشابتر هو سوماتو ميدينز سوماتو ميدينز يوه شنوه بيبتايت كروث فاكتر يعني يعتبر مساعد للجروث هورمون يعتبر فاكتر مساعد للجروث هورمون هو والجروث هورمون يشتغلون السوء حتى ينطون الافكت مع النمو تمام هذه تساعد بالنمو مع الخلية شن هو طبعا تتصنع بالليفر هاي السوماتو ميدينز تتصنع بالليفر هاي اول نقطة ميد سورس of somatodine circulating in the body but other tissue كان ممكن يعني وو بس بالليفر خلايا ثانية ممتين تصنع ميدينز of growth hormone somatodine are essential for growth hormone to exert its growth promet effect on bones cartilage and other تشو قلنا انه هو يعني يكون مساعد اليد اليمنى او المساعد الاساسي للgrowth هورمون حتى يشتغل الشغل مال النمو مال النمو شنو نمو العظام نمو الغضاريف والتشوز اوكي اوكي الهنا ذكرنا نحن النقطة مال انه يساعد بنمو العظام والغضاريف بعد عنده شغلة مشابه الشغلة growth hormone هي protein metabolism هماتين راح تساعد بال يعني تكوين صنع protein نفس الشغل نفس الشغل هورمون هماتين ساوا عندي regulation of growth هورمون يعني تنظم النسب عندي نسبة growth hormone بالدم من الزيد النسبة من growth hormone بالدم هذا السوماتين او سوماتو مدين وين راح يروح راح يرجع لل بتيوتري gland شي يسوي يقل الهيابة عندي نسبة عالية من growth hormone ما احتاج بعد فتوقف يسوي بالإفراز من growth hormone هذا راح يروح يام على بتيوتري glاند او راح يروح الهايبوثلمس اقتعه من فوق خلاص اذا راح على الهايبوثلمس راح يوقف عندي GH RH وذا راح على بتيوتري glاند راح يوقف عندي GH بشكل مباشر فهو عنده negative feedback rules طبعا عندي EG 2 type اللي هو يسمون IGFS two of the most important سوماتو medien are referred to the insulin like growth factor الرمز مالت يكون I insulin like growth factor يعني الانواع مالت هذا هو شنو الاول سوماتو medien C هذا يعتبر major major سوماتو medien influenced by growth hormone يكون مشابه للgrowth hormone كلش الثاني IGF two هذي وين يعني ممكن انه يجي MCQ انه يجي التأكيد راح تختار IGF two هذا راح يكون شو اللي بالفيت development العفو وهماتين هو مهم يعني اثناء حياة الشخص يعني هم راح ينفرز مو ما ينفرز بس هو يعني مهم كلش امت بالفيت development يعني التكون مال الجنين حس عندي الشو راح تصنع وش يعني منطي خلي نقول summary للي شرحنا فدي يقول هو أول شي راح يصنع عندي growth hormone بالbitutery gland growth hormone راح يروح لل liver راح يحفز على تصنيع هاي السوماتوميدينز هاي السوماتوميدينز راح تروح راح تروح على السيلز اللي موجودة بالجسم راح تشتغل نفس الشغل ما growth hormone يعني راح خلي نقول على البون راح تسوي عندي زيادة مثلا زيادة بحجم العظام ومتين بتصنيع خلي نقول نوم الكارترج وبعد النقطة الأخيرة أنه إذا صارت عندي زيادة بنسب growth hormone أو زيادة بنسبة هو نفس السوماتوميدينز راح يسوي راح يشتغل عندي negative feedback وين راح يروح راح يرجع لل بتويتري gland أنه يقول له هاي كافي المعلومات واضحة يتصني عندي growth hormone growth hormone يروح لل liver راح يتحفز يصني عنها بعدين وين يروح يروح مثلا عن tissues كان عظام أو cartilage يعني غضاريف فراح يزيد النمو بيهن إذا صارت عندي زيادة من عنده شوين راح يصير عندي negative feedback negative feedback شنو يروح لعلبة تيوتري يوقف من تصنيع growth hormone هل هنا ننتهى عندنا chapter 18